ندخل هنا بقى في الجيل التاني الجيل التاني عبارة عن ايه yellow and small seeds of P plant hybrid اهو مع نفس النبات yellow and small seeds of P plant هنا بقى هيظهر اختلاف في ايه طبعا في الجاميت هنا Y capital Y small S capital S small ونفسه موجود على النبات التاني عشان نفهم يعني مساء الوراثة يا شباب خلينا نشتغل بطريقة ايه professional زي ما بقولوا ايه خلينا اول حاجة نعمل الجاميتس يا شباب خلينا ناخد الحتة دي الجاميتس بتاعتها هنا ودي هتكون هي هي عملناها هنا Y capital S capital اللي هي دي بعدين Y capital S small اللي هي دي بعدين Y small S capital اللي هي طبعا بتبقى ايه Y small S capital اللي هي بتبقى S capital Y small وبعدين عندنا Y small S small اللي هي دي نفسها بتكون في النبات التاني هم بقى مش عايزين نعيدهم نعيد الكلام نفسه خلينا نشوف بقى الجيل التاني بيكون عامل ازاي نركز بقى يا شباب هنا هينزل هنا هينزل هنا اهو Y capital Y capital S capital S capital يبقى ده بيكون pure yellow and small seed بعدين بقى نبتدي ايه ناخد يا جماعة نفس اللي احنا عملناه هنا ننزلهم جنب بعض هيظهر بقى ايه نتيجة الجيل التاني انا مش عايز طبعا نطول في الكلام ده لان ايه ما ياخدش مننا وقت عملوها انتوا براحتكم عملوك انه exercise يعني بس انا عايز ااكد على كم حاجة في قانون مندل التاني احنا قلنا توزيع الجينات المحمولة على الكروموسومات في الامشاك بيكون توزيع حر لان كل جين بيقع على الكروموسوم مستقل طبعا احنا ذكرنا ان الجيل الاول اللي هو الفرس جينريشن بيحمل two dominant character yellow color والsmouth shaped seeds بنسبة 100% لكن الممبرز of the second generation both the two dominant and two recessive characters اللي هي اليالو character والsmouth shaped seeds والgreen color والwrinkled shaped seeds بنسبة 9 لتلاتة لتلاتة لواحد خلينا دقا نفهم 9 لتلاتة لتلاتة لواحد 9 yellow and smooth seeds بعيد عن ده hybrid او pure مش مهم لكن هم اهو واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى دي 9 بعدين 3 yellow and wrinkled seeds اللي هي واحد 2 3 تبعي كده يا شباب بعدين 3 green and smooth seeds خليها مربع هنا مثلا عشان برضو ما اطلق بطش 3 yellow and smooth seeds اهي هدي واحد 2 3 بعدين 1 green and wrinkled seeds خليها مسلس كده اللي هو فحي كده يا شباب في حتة مهمة جدا انا عايز اذكرها عشان برضو ايه نبقى فاهمين يعني علاقة قانون مندل الاول بقانون مندل التاني الاندبندنت السورتمنت اللي احنا بنشتغل بيه في قانون مندل التاني هو what doesn't oppose the law of segregations in terms of each character يعني ايه الكلام ده يعني معناها ان ال ratio مجرد ان هي تحولت اقولوكم يعني ايه تحولت بصوا شباب خلينا ناخد yellow بس مالاش دعوه بقى ايه بالصفة التانية اللي هي اللي سموس والرينكل سيد خلينا ناخد اليه بس التسعة هم دول يا جماعة والتلاتة دول اتناشر صحي كده والجرين تلاتة زائد واحد اربعة اتناشر لاربعة هي هي تلاتة لواحد يبقى مفيش اصلا فرق ما بين قانون مندل الاول والتاني الفكرة كلها ان التو جينز موجودين على separated chromosome ولذلك هو التو different chromosomes دول بيعملوا assortments of genes in gametes بطريقة independent فبيطلع يعني ايه طبعا الحسابات اللي احنا شايفينا قدامنا دي تسعة لتلاتة لتلاتة الواحد يعني احنا مش كده جربنا اليلو character خلينا نجرب الموضوع بتاع اللي سموس والرينكل فيه كم سموس شوفوا هنا ادي سموس اهي وادي سموس اهي تسعة وتلاتة يبقى اتناشر برضو وهنا رينكل تلاتة وواحد اللي هي المتنحي يبقى اربعة برضو يبقى برضو تلاتة لواحد تبقى زي ما احنا قلنا الطولوز doesn't oppose ايتش اذا طبعا كده نبقى خلصنا يا شباب اللي هي قانون مندل الاول والتاني يعني فيه بعض الحاجات يا جماعة انتم ممكن تبصوا عليها براحتكم بقى اللي هي الدوميننت ورسيسف كاركتر للبي بلانت فيه بقى حاجة اسمها الفلاور بوزيشن حاجة اسمها اجزيل وترمينل فيه حاجة اللي اسمها الستيم لينث لونج او شورت فيه حاجة اسمها البوت كالر الجرين واليالو فيه حاجة اسمها البوت شيب الانفليتد والكونستريكتد وكل الصفات دي بتخضع للمندالين كاركتر او الصفات المندلية برضو فيه تتبع بتاع البرينسيبل بتاع ال同rig اللي هي منها الطانق رولي الابليتي تورول دا تنك دي دوميننت كاركتر والإنابلتي تورول دا تنك دي فيه طبعا هتيجي منها وسؤال برضو موجود في بعض التمرينة عندكم في بعض الكتب ديتاتشت هي دو roaming كاركتر والاتاتشت إذ لوب دي ريسيسف كاركتر عندنا بقى الهير السايل والهير كالر والأي سايز والأي كالر بتجيلكم وبيقول لكم ده صفة سائدة ودي صفة متبحة يعني مش المفروض ان انتو تحفظوهم يعني فان شاء الله كده نبقى احنا خلصنا الجزء ده تعميندلز لو according to the chromosomal theory ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتكلم على حاجة اسمها gene interaction والlack of dominance يعني بانواعها المختلفة